في البداية وقبل ما اتكلم عن اي شيء الف مبروك للمنتخد يا عم اسلام الف مبروك احنا لسه اه لسه ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الثلاث ولكن انا من الناس اللي بالمناسبة راح اتملعب المباراة وما روحتش ان انا راجل مدعو وان انا لا انا روحت اشتريت تذكار خدت الموضوع من الالف للياء يعني ايه من الموضوع من الالف للياء يعني دخلت على موقع تذكرتي وطلعت التذاكر اللي انا عايز اخدها وانا وامراتي واولادي واصحابي وكلنا دخلنا على موقع تذكرتي وكلنا روحنا علشان نعمل الفان اي دي ورحت بالفعل عشان نعمل الفان اي دي وتعامل وعملت كل حاجة يعني عايز احكي لحضراتكم رحلة مشجع لاستاذ القاهرة في مباراة يوم الجمعة اللي فات وزي ما قلت لحضراتكم انا رجل بدأت الموضوع وانا كنت قاصد الحقيقة ان انا اعمل هذا الامر ان انا روح امشي في سكة المشجع ان انا راجل رايح احشتري تذكرة وحقف مع الناس ودخلت من الباب البوابة اللي انا داخل منها في وسط الناس وقعدنا ووقفنا مع الناس ولما الزباط كانوا بيقولونا نقف كنا بنقف على جنب طب استنوا هنا شوية نستنى انا وامراتي وولادي وكل صحابي الحقيقة عملنا هذا الامر واذا كان هناك من يستحق التحية فانا بحي كل مؤسسات الدولة المصرية الحقيقة يعني كل مؤسسات الدولة المصرية اللي حصل في هذا اليوم هو يوم رائع بكل المقايا من احلى الايام اللي انا قضيتها في حياتي هتقول لي اه من احلى من المرات القليلة جدا اللي الواحد يروح ويقعد في وسط المدرجات وفي وسط الجمهور ويشوف ايه اللي بيحصل بداية المشجع اللي هو انا كنت موجود مع حضراتكم فيها البداية كانت ان احنا اتصلنا على تذكرتي علشان او دخلنا على الموقع رسمي علشان نلاقي تذكر بالفعل لقينا تذكر مع الطرح التاني مش الاول مع الطرح التاني للتذكر اشترينا التذكر اونلاين من خلال عملنا بعد كده الفان اي دي من خلال المواقع اللي كانت منتشرة في كل جمهورية مصر العربية حطينا الفان اي دي يوم المباراة بقى حطينا الفان اي دي وخدنا التذكرة في ادينا ومشينا كل حاجة كانت رائعة انا بحيي الحقيقة شركة بريزنتيشن وبحيي شركة تذكرتي على الشكل الرائع والاداء الرائع اللي كان تنظيميا في المباراة قبلهم الحقيقة انا بحيي وزارة الداخلية على المجهود الكبير جدا والاحترام اللي احنا كنا شايفينه في الدخول والطلوع في كل حاجة كل حاجة كانت رائعة كل حاجة كانت جميلة جدا كل حاجة كانت فيه منتهى الجمال انا بشكر الحقيقة من اول وزير الداخلية الحقيقة رجل عارف ايه المسئولية اللي موجودة عليهم خلال هذه الفترة او خلال هذه المباراة ما قبل المباراة تنظيميا واثناء المباراة وما بعد المباراة كل حاجة مشت زي الفل كل حاجة والله يا جماعة انا كنت موجود فيه وسط الناس كنت بشوف بسمع الناس بتقول ايه علشان اقدر انقل ايه اللي حصل ناحية التنظيمية كانت رائعة كل شيء كان رائع وجميل جدا 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 فدخلنا واقعدنا انا وصلت إلى استاد تقريبا الساعة خمسة ونص ستة اه من بدل انا بقولت لحضرتكم زي اي جمهور العادي وروحنا واقعدنا دخلنا الدرجة اللي احنا كنا قاعدين فيها واقعدنا وخدنا الصور بتاعتنا وانا وامراتي وولادي واصدقائي اللي كانوا موجودين معايا وخدنا الصور وتبسطنا واقعدنا مع الجمهور وتصورت مع الجمهور وقفنا وقلنا اتكلمنا ده حيلعب فلان لا مش حيلعب فلان فجئنا كلنا بعمر جابر ان هو بيلعب فقلنا لا عمر حيقدي مباراة جايدة قدى مباراة قويسة قعدنا نتكلم لغاية لما وقت المباراة او المباراة بتدت المباراة بتدت كان هناك تشجيع من اول دقيقة لاخر دقيقة مصر هي اللي كانت الاساس في كل شيء وده اللي كان مفرحني والله يا جماعة انا اقسم بالله ان هذا اليوم بالنسبة لي وهو واحد من افضل الايام اللي انا قضيتها في الفترة الاخيرة لان رحت المباراة وقعدت واتفرجت وشفت وشجعت والسلام الوطني يا سلام على السلام الوطني وبلادي بلادي لكي حبي وفؤادي كل جسمي اشع تخيلت الوقت اللي الواحد كان فيه بيبقى موجود في الملعب وقفته وحطيت ايدي ورا ظهري والواحد عني دمعت في هذا والله بجد انا بقول لحضراتكم احساس مشجع اهلاوي احساس مشجع مصري اهلاوي مصري او مصري اهلاوي فاللي بقول لحضراتكم ده حصل بالزبط وقفت حطيت ايدي ورا ظهري اثناء النشيد الوطني لما شفت اللعبة وهي نازلة تسخن لما شفت محمد صلاح بيحي الجمهور لما شفت بقية اللعبين وهما بيحي الجمهور كان يوم في منتهى الجمال كان يوم في منتهى الجمال وانا واقف حضرتك عايز تشرب حاجة بتطلع المكان المخصص للحاجة اللي انت تشتريها سواء ميا شاي قهوة عايز تاكل حاجة عايز تعمل حاجة لكن في النهاية كان تنظيم رائع جدا 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 بكل الطرق انا بشكر كل المسؤولين في شركة بريزنتيشن الحقيقة وشركة تسكرتي على هذا الاداء الرائع وبشكركم مرة تانية